حقيقة التي يجب أن تقال أنه في إفريقيا يوجد الآن عملاقة وهو الجزائر وأيضا المنتخب المغري بالذي سيستضيب وهذه الملاقسة الكأس ستتمحوره كرويا بين هذين المنتخبين أقول كرويا بعيدا الأمور السياسية بعيدا الكولسة بعيدا العديد من الأمور التي يتوقع الكثيرون حدوثها في كأسهم إفريقيا هو كوكب لا لا ما ينفعش يكمل جملتنا على بعض صح يعني أنت قلت أن في عملاقان ماشي قلت الجزائر والمغرب ماشي كملها بقى يا ابني كويس أنت ما قلتش مصر ولا قلت السنغال ولا قلت قد فور اللي هي بطل البطولة اللي فاتت ماشي برضو هنعدها لك عشان كوكب لالا يعني عادي وجهات نظر وإحنا مش نتحكم في وجهات نظرك يعني أنت ليك وجهة نظرك ككوكب لالا ومن حقك إنما أنت بعد ما قلت أنه المغرب عملاق إفريقيا روح تداخل أيل بعيدا من الكولسة والكواليس والتلاعب والشربة والفكة والخضار ما ينفعش جملة تكمل على بعضها بيقول فيها حاجة في صالح المغرب إلا لما يدخل في الكولسة والتلاعب يا جماعة كملوا جملتنا على بعضها يا جماعة يا جماعة حد فيكو لما يطلع يتكلم يقول كلمتين عقلين أنا في الأول وفتكرته عائل عاملين زي عامل زي نقطة كده مرة واحد بيعني شطاول عليكم مرة واحد داخل مستشفى المجانين لا الناس كلها عملها تعمل فم 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 فداخل ألوم فيها يا جماعة الدكتور هو فهو داخل أصلا عشان يخرج العائل اللي موجود في مستشفى المجانين أي حد عائل هيخرجه على طول فبيبص كده بعيد لا واحد قاعد ساكت كده الناس كلها عملها تعمل فم فم وهو قاعد ساكت وهادي جدا فسأل اللي معاه قال له بيقولك شكله عائل ده ما بيعملش فم فم زي يوم ليه قال له والله شكله عائل فعلا تعالوا نروح نسأله فراح سأله بيقوله انت ليه ما بتعملش زي يوم فم فم قال له يا عم ده عالم مجانين وانا ناقص جنان قال له طب يعني انت عائل قال له آه قال له طب النهاردة يوم ايه قال له النهاردة الخميس قال له برافو عليك قال له طب احنا الساعة كام قال له ساعة 12 الظهرة قال له لا لا برافو عليك انت فعلا عائل طب بما انك عائل بقى تعال خرجنا من هنا قال له طب اركب فم 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 نفس الموضوع بالزبط انا في الاول افتكرت الاستاذ عائل بيتكلم بعائل او قال لك الجزائر والمغرب هم المنتخبين العملاقين في افريقيا السنة دي وبعدين اروح فجأة قال لو ما فيش تلاعب وكواليس هو يا باشا ما ينفعش حد فيك ويكمل جملتين على بعض الصح ما ينفعش تقول كلمتين في صالح المنتخب المغربي واتكملهم لازم بعد كده لو المغرب ما عملش تلاعب وكواليس اللي احنا متوقعين انه هما يحصلوا في الكان 2025 اللي هو ينظم في المملكة المغربية الجزائر تبقى عملاقة يا ابني ليه يا ابني هو يا جماعة انتوا هو ليه كل حاجة ليه علاقة بالمملكة المغربية تلاعب كواليس سحر بيتفقوا بيتلاعبوا اللقجع انا اقل ليه ما تسيب الناس تشتغل يا عم واشتغل انت كمان وورينا بقى الجزائر عملاق افريقيا في قرة القدم وتجاهل مصر وتجاهل السنغال وتجاهل اه مصر مش في نفس المستوى الفترة اللي فاتت ولكن ما ينفعش برضو ايه تلغيها من الموضوع وما ينفعش تلغي السنغال وما ينفعش تلغي كودفور رغم انها كانت اخير في المجموعة اللي فاتت بس فازت بالبطولة ايه نعم ايد المغرب كانت مشاركة لانه المغرب ساهم في صعود كودفور ولكن المهم في الاخر انك تجاهلت كل دول وقلت الجزائر وبعدين قلت المغرب وبعدين قلت المغرب بس يبعدوا عن التلاعب والكواليس فلان الله في كوكب لالا واترك لكم التعليق إذا حضرتك مش هكمل الكلام التصفيات امم او كأس امم افريقيا 2025 اللي هتتلاعي في المملكة المغربية ده جملة لازم تكمل كده يا فندم ما فيش اعلامي محترف بيطلع يقول البطولة رقم كذا اللي بتقام سنة كذا ما بيقولش المكان ده الاعلام الجزائري يا جماعة اعلام كوكب لالا ما ينفعش يقول المغرب قول يا حبيبي المغرب البطولة بتنظم فين؟ كمل يا حبيبي 25 منتخبا بعد ختام مواجهات الجولة السالسة من التصفيات ويعد المنتخب الغاني ابرز الغائبين عن البطولة بعد عدم تمكونه من تحقيق التأهل فيما سيعرفه الكانا المقبل مشاركة ستة بلدان يا باشا طب فيه حاجتين عايز اقولهم الكانا المقبل فين يا فندم ما انت لازم تقول الكانا المقبل فين يا فندم ازاي ما بتقولش فين انا مش عارف بصراحة يا جماعة قول فين حضرتك لو سمحت بعد اذنك قول فين ده اول حاجة تاني حاجة انه ابرز الغائبين مش بس غانا في موريتانيا كمان لانها فازت على الجزائر فاعتبر منتخب بارس برضو هي اللي اقصت الجزائر في البطولة اللي فاتت فازاي ما تقولش انها من ابرز الغائبين ما علينا يعني ولكن احترافيتك كاعلامي بتوجب عليك انك لما تقول بطولة الكان اللي بتقام سنة 2025 اللي بتتلعب فيه افريقيا اللي منتخبات كتب ما مش هتحضرها ومنتخبات اتأهلت لها انك تقول هذه البطولة ستلعب فين يا فندم لازم تقول في المغرب يا حبيبي والما انت نايم wala ايه و الكوقب لالا ده دماغ و تعبانة جالبن لجزائر الان ترتيب انتاحة هي في المرتبة اللي انتاحة تحسن Connexion اي موجودة الان في الجزائر احسن اتصالات كوت تع انترنت وقوة تع انترنت وسرعة تعنترنتت موجودة هنا في الجزائر الكلام ده محصلش يا جماعة الكلام ده اي كلام كوكب لالا دايما بيقول اي كلام فأي كلام ااا انا كنت في المغرب ليسة من اسبوع الانترنت جميل جدا وسريع وكويس جدا وانعرف كمان ان في ناس ناحية حدود وجدة كده في الجزائر دايما بياخدوا الشبكة من المغربة اصلا فالانترنت في المغرب جميل جدا طب تعال نشوف تقارير اعلامية او تقرير بيرتب الشبكات في افريقيا عاملة ازاي تعال نقرأها مع بعض فضلا عن ذلك فيما يتعلق باستقرار جودة الشبكة هناك ايضا اختلافات كبيرة بين البلدان وهنا ايضا تأتي جنوب افريقيا في المركز الاول بنسبة 58.6% متقدمة مباشرة على تونس بنسبة 57.7% وموزنبيق بنسبة 49.5% ومصر بنسبة 46% والمغرب بنسبة 45.5% وكينيا بنسبة 43.4% والجزائر بنسبة 42.5% الترتيب هو انت ازاي بقى قلت ان الجزائر هي رقم اتنين والافضل والاحسن وبعدين في الاول بيقول لك رقم اتنين وبعدين قال لك هي افضل شبكة في افريقيا ازاي ازاي يا ابو نيف نفانيفو نفنوفا ازاي فدي بالنسبة لي برضو من تكرار يعني تكملة المسلسل ايه الاي كلام اللي بتقال هناك انه اي حد بيقول اي حاجة عادي واحد ده يا رائب ورانا حد يفتش ورانا عادي وبعدين برضو انا شايف ان النسبة دي حتى اللي انا قريتها دي مش صح هقولك ليه لان انا موجود هنا في مصر دايما الشبكات عندنا اماكن واماكن يعني مثلا انا مكان يكون الشبكة فيه كويسة مكان تاني الشبكة بتتعبني جدا عشان اعمل ابلود لفيديو مثلا ببقعت في الشرع عايز اعمل لكو ابلود سريع الموضوع بيبقى بطيء جدا معي لما خدت في المغرب لسه من اسبوع وقبل كده بعمل ابلود بسرعة الحمد لله والله هم لا تبقواها فانا شايف ان النسبة او اذا يعني قلنا ان مصر والمغرب قريبين جدا لبعض في النسبة لانه ده مكتوب حتى في النسبة اللي معمولة نسبة يعني فصل حاجة في المية فصل يعني واحد في المية ولا حاجة انما الجزائر بعيد اوي فليه انت صنفت فجأة الجزائر انها في المرجز الاول وفي افضل حاجة في افريقيا وقائدة افريقيا والانترنت افضل حاجة ليه ما تقول الحقيقة ما تقول ان مصر افضل والمغرب افضل وجنوب افضل وموزنبيك افضل كلها هناك في كوكب لا لا بتصدق كده كده بيسها الصبح يسمعوا الاخبار دي وقال لك اه صاح ده احنا احسن عاجة خلص خليكم صدقين كده بس ارجو يا جماعة ان لما يطلع اعلامي المفروض انه اعلامي محترف في قناة الجزائرية لما يجي يقول الكان منظم فين يقول انه هو في المغرب لانه عادي يعني ما انتها تلعب هناك حبيبي ما منتخب الجزائر يروح يعب في المغرب وتحت الرأي المغربية قلته في الصحراء المغربية واعترافا منك بالصحراء المغربية ده رقم واحد رقم اتنين لما تطلعوا جماعة تقولوا نسب الانترنت احسن فين قولوا النسبة الحقيقية يا جماعة ما تتحكوش عن الناس عشانتوا لو هتتحكوا على اعضاء كوكب لا لا وابناء كوكب لا لا بس مش تتحكوا علينا احنا ولنا الله في كوكب لا لا انا الاحمر والنجمة الخضراء انا اسد الاطلس انا مالك الصحراء وسيدها انا قلب الاسد هنا اكتشفت اول مجوهرات في التاريخ هنا شيدت اقدم جامعة بالعالم انا مبتع القفطان ومبتكر الزليج انا منكسرت شوكة العثمانيين انا تاريخ كبير انا القوي العتيد انا القريب والبعيد انا الكرم والجود انا الاحمر والنجمة الخضراء انا المغرب انا دا صحيح تابحه انا اسفارة لشهالانة اشتركت في القناة اشترك اسたい Liban اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة